السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة أخواتي كديري لبساريكم بخير هنينك لكم بزيانين نتمنى أكون قاعدكم بخير وعلى خير فإنما كنتم تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو ديال يوم جيد إن شاء الله سنتقاسم معاكم حلوة المكيناء أو حلوة زمان طريقة سهلة و بسيطة اقتصادية جداً في المكونات ديرها وكتجي رائعة جداً مقر مشى على بره وفتياء من الداخل فغديت نال إعجابكم بزاف إن شاء الله يجربتها بطريقة وغديت نفعكم بزاف مع ولداتكم ومدرسة كالقوتي فغديت تعجبهم وغديت نفعكم بزاف كدما نكليكم فمعلكم أخواتي غير تتبعوا معي الفيديو من الأول حتى الأخير بشوفوا معي جميع المراحل ديالها وقبل ما نبديوا الفيديو ديال نكفتنا العادة ما ننسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا تنسوا أخواتي من اللي لايك ومتعركم بزوينة المحفزة على الفيديو نزل الطريقة والمكونات مع بعدياتنا فباسمي الله على بركتي الله مهم هنا أنا غدي ندير كمية كثيرة انتم اللي بغاء غير نص ديال كمية فغديت نقسم المقادير كلهم مهم أخواتي هنا قدرت تصدي البيضات في واحدة القصرية زلافة ديال صوكر سنيدة أو صوكر حبيبات كما تبليكم إليكم غديت ديرو غير نص ديال كمية غديت ديرو غير صدي البيضات كاس ديال صوكر سنيدة كاس ديال زيت يعني غديت نمشو على هدو العبارة هده اللي بغيتو غير نص ديال كمية فأنا درت كمية كثيرة لكشي درت تستر البيضات وعبرت بزلافة المهم درت زلافة ديال صوكر سنيدة هرشيشة ديال ملحاء ضروري لتعديل الضوغ وجوج أكياس ديال غاني باش غديل نسمو إن شاء الله هاد الحلوه هادي يمكنكم تديرو قشور ديال الحامض أو النكهة ديال الكراميل المهمة اللي كتحبو إن كلكم تديروها فأنا درتها بالطريقة ديال زمن اللي كانوا يديروها لأمهات الأجداد ديال ناشحة من هادي حبيت أنني نديرها بطريقة ديال زمن ونفكركم فيها طبيعة الحال فكنخدم المكوينات ملحة كينساجموا مع بعض من بعد كنزيد زلافة زلافة من زيت نباتي اللي هو زيت العادية يعني بنفس زلافة اللي عبرت بها السكر صفيك ندخل ملحة زلافة ديال الزيت من بعد كناخد دقيق كان غرب له بالنسبة للدقيق صراحة ما عبرتوش معاكم حيث كي يختالب من نوعية إلو أخرى وأيضا كي يبقتع على حسب الحجم ديال البيض اللي استعمل تنتومة واش البيض صغير ولا كبير وان غديت تشوفوا معي إن شاء الله القوام دياله صراحة ما عبرتوش معاكم صفيو كان وضعت قريبا 11 جرام ديال الخميرات الحلويات صدفت كيس ديال الخميرة من فئة ديال 8 جرام والكيس الثاني وضعت منه فقط من مصص يعني تقريبا صفيو كان نبقى عفوا نجمع الحلوة ديالي بهذا الشكل هذا وانا كان بقى نضيف بالتدريج حتى كان تحصلوا على هاد القوام هذا كيف مما كتلاحظوا كان تحصلوا على واحد الورجيني اللي كانت كورطبة بهذا الشكل ما كتكونش قاصحة وأيضا ما كتكونش مرخوفة بزار في نفس الوقت هنا غاديتتاخدوا البق ديركم هو هادا كيف مما كتلاحظوا معايا في الصورة هنا بالنسبة للأخوات أو السيدات اللي ما عندهم مش الماكينة زبدة فاديتتبقى التراتب فاديتتلما وغاديتت البخرة سوف يتبقى تشكلوا الحلوة ديالكم على هاد الشكل المهم الحجم انتظري متى يبغيتوا واش كبير سوف يقطعوا مسابقى ستسهل طريقت عمل أما تاخذ لكم شمدة طويلة يعني في شكالي كمية كبيرة نقطع بمقاس مقاسة أحسن نستمر بنفس طريقة نمس بطريقة نمس بطريقة نمس بطريقة نحن نفق نضغ الشكل الدهبي من فوق كما قلت لكم اخدروا كمية كبيرة لديكم صراحة هاد الماكينة هادية رحمة الله والله يليك تساعد بزاف صراحة يعني ما كتاخدش منكم مدة طويلة في تحضير ديل هاد الحلوة هادية حلوة اللي كتجي غزالة غزالة بزاف فانتمنى من اخاوتي انكم تجربوها بعد طريق قصر وكيف ما اذكرت معكم في الاول الفيديو غادي تنفعكم مع ولداتكم بزافة كالندرسة القوتي صراحة هادية رائعة كتعجيب الولدات بزاف ومقرمشة ومفتية من الداخل ديلها واقتصادية جدا في المكونات كيف ما اصبق وشاهدتوا معي يعني المقادر ديلها جد بسيطة واقتصادية جدا كيف ما تلاحظوا صافي هنا غذي نعمار هاد اللاطا وغذي ندخلها الفران غذي نخليها محتى كي يطيبوا كيتحمر ومن بعد غذي رجع معكم من بعد ما طيبنا الحلوة لانه وحمرنا هاية هاية هادية كيف ما كتلاحظوا اخاوتي كجي محمرة من الفوق ومن التحت كجي مقرمشة كي ما قدريكم على برا وفتية من داخل ليلة. ما كدت اخدك شكل دهابي يعني كدجي محمرة هكا كيل تحت كيل فوق كدجي رائعة جدا. نصحكم اخوتي انكم تشربوها وتردو عليها. صار حسن شي حاجات اللي رائعة جدا. وكدت تستحق التجربة هنا غدي نعمر معكم هاد الصحن هذا. ما شاء الله ركت تعطي واحد الكيمية كتيرة الى استعملتو كمية اقل من هاد الكيمية هادي فما عليكم كما قرركم غير تنقصو من المقادر يعني تنقصو من البيض مقصو من السكر مقصو من زيت المقادر كلهم كدتنقصو منهم. اذا بغيتو كمية اقل من هاد الكيمية اللي درت انا. صافيو كدت قدمها بصحة و راحة كدجي رائعة جدا. نتمنى انكم تجربوها اخوتي و تجربوها تردو عليها. نتمنى انكم تجربوها اجبتكم من طبيعة الحال. تبرتج للفيديو مع اخوتيكم و اصحابكم مع جاعة الناس اللي كتعارفو. فضلا و ليس امرا إلك تجدادوا الاول مرة كتشادوا هذا الفيديو لك تشادوا هذا القناة. فكنا نقول لكم مرحبا بكم في قناتي و قناتيكم. معلكم اغتشتركوا فيها تغلو الجرس باش بقال توصلوا بكل ما هو جديد. ما تبقلوش عليا بلي لايكها ديالكم. تعالكم زوينة لمحفزة على الفيديو. و الى بقين كتشادوا الفيديو حتى الضباب في الحال. نقول لكم شكرا مستفع على حسن المتابعة. فقد نحن معاكم واحدة. شوفوا معاي من الداخل لها كيفاش كي يجي. كتجي عفون كتجي كمد لكم فتية و مقر مشا على برا. و من كل هذه الحلوة هذه تبقى معاكم موضة طويلة. كتبقى زوينة صراحة كيف ما هي. كتبقى رائعة جدا. ثم شوفوا معاي من الداخل لها. كتجي صراحة نفتية و مقر مشا في نفس الوقت. اخوة اخواتي لا بقى نكتشادوا الفيديو حتى لا بقى نقول لكم شكرا بزافة الحسن المتابعة. و بسلام عليكم مع فيديو جديد و وصفات جديدة. ان شاء الله. بسلام عليكم. اشتركوا في القناة